في الفيديو ده هنشوف مع بعض ايه افضل محاكي للجهاز بتاعك طبعا اجهزتنا كلها مختلفة عن بعض واحد عنده جهاز قوي واحد عنده جهاز ضعيف واحد عنده جهاز متوسط في الفيديو ده بقى هنشوف مع بعض ايه افضل محاكي او ازاي تشغل بقى العاب وبرامج وحاجات جوجل بلايه على الكمبيوتر او على اللاب توب اه الطريقة ان شاء الله سهلة يا جماعة مش هتاخد وقت كتير وكده يعني مش هتبقى صعبة بس المهم ركز في الفيديو عشان لو في حاجة في البداية فاتتك او حاجة في النص فاتتك ومسلا جربت انك على طول تعمل الطريقة هتلاقي حاجة واعد فما تكتبليش في الكومنتات ان الطريقة مش صح والطريقة مش عارف ايه لا ركز في الفيديو واحدة واحدة وان شاء الله الدنيا هتصبط معي هنشوف مع بعض زي ما قلتلكم ازاي تشغل العاب وبرامج الموبايل على الكمبيوتر بس في نفس الوقت على حسب جهازك يعني انت لو جهازك وسط ايه اللي حينفع معاك لو جهازك قوي شوية اللي حينفع معاك وهكذا فخلينا نبدأ على طول عشان ما نطولش الفيديو اهم حاجة بس قبل ما عندها الفيديو انزل اعمل لايك للفيديو اشترك في القناة فعل الجرس وما تنساش الكومنت الجميل بتاعك يا صديقي العزيز عشان دعموك وكده هو اللي بيفرق معنا بيخلينا نقدر نعمل فيديوهات فقريت على قد ما بنتعب ده لايك يعني مش هيأثر عليك المهمة زي ما انت شايفين اول حاجة هنعملها هنروح على الجهاز اللي احنا هنشغل منه او هنشتغل عليه خلينا نبدأ بقى على طول هنبدأ ندخل على اي براوزر او اي متصفح عندنا لو عندك جوجل كروم ادخل على الجوجل كروم لو عندك فاير فوكس ادخل على الفاير فوكس لو عندك اوبرا ادخل على اوبرا اي حاجة عندك يعني ادخل عليها المهم يا جماعة زي ما انت شايفين دلوقتي بعد ما فتحنا الجهاز بتاعنا كل او دخلنا على البراوزر كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنشوف امكانيات جهازنا يعني انا مثلا الجهاز بتاعي خلي الصفحة طبعا موجودة امكانيات الجهاز بتاعي هاجي كده على زي ما انت شايف بالمنظر ده هتلاقي عندك طالع لك النافذة دي هتيجي على بالمنظر ده ليه عشان تعرف امكانيات الجهاز بتاعك فزي ما انتو شايفين دلوقتي انا الجهاز بتاعي مثلا الرماد بتاعته ستاشر رايزن سيفن اه كرت الشاشة انا عارف الكرت الشاشة بس المهمة دي امكانيات الجهاز اه تعرف الويندوز بتاعك برضى اربعة وستين ولا ويندوز اتنين وتلاتين الامكانيات دي طبعا بتفرق معاك يعني انا الويندوز بتاعي اربعة وستين فاهميني فانت هتبدأ تعرف امكانيات الجهاز بتاعك انا هو عرفت امكانيات الجهاز بتاعي البروسيسور بتاعي ايه واحفظه وتخلي الصفحة مفتوحة الرماد بتاعتك قد ايه الرماد تقدر تعليها يعني لو انت الرامات عندك اتنين والبرنامج طالع لازم رامات اربعة فانت تقدر تشتري رامة تانية او تبدل الرامة اللي معاك برامة تانية اعلى منها فاهمني انما البروسيسور صعب يتغير الا لو انت بيسيب بيبقى بينفع يعني اه السيستم طيب دي برضو انت تقدر تنزل نسخة تانية لو هو اتنين وتلاتين والبرنامج لازم يبقى اربعة وستين فانا زي ما انت شايف اربعة وستين فالمهم هنرجع بقى الرابط او الموقع اللي احنا فتحناه اول برنامج يا جماعة معنا عشان نقدر نشغل المحاكي على الكمبيوتر هو برنامج طبعا الجيم لوب طيب الجيم لوب علشان جيم لوب بالمنظر ده انا مش عارف هنزله ولا لأ لازم لما تكتب ايه يعني انا كتبت جيم لوب حاجي داخل كاتب سيستم زي ما انت شايف دي المنظر ده ليه بكتب سيستم ريكواير منت عشان اعرف امكانيات البرنامج البرنامج اقل حاجة يقدر يشغلها ايه فزي ما انت شايف طالعلي على طول اللعبة يعني فاهمني فهو انا بيقول لك اهو اهو دي الامكانيات يعني بيبدأ من اتنين جيجا اتنين جيجا تقدر تشغل البرنامج البرنامج نفسه مش الالعاب اللي جواه او مش البرامج اللي جواه يعني البرنامج عشان يتثبت عندك دي اقل امكانيات تقدر تشغله اتنين جيجا والكارت الشاشة والبروسيسور انت بقى هتبدأ تقارن طبعا كل ده زي ما انت شايف واينا راح اقل لك ايه قال لك اربعة وستين لكله لكل النسخ يعني نسخة اتنين وتلاتين هتبقى هي نسخة اتنين وتلاتين بس هتلاقي مشكلة معك فانت لو الجهاز بتاعك نسخة اتنين وتلاتين حاول تعليه تمام ده اول برنامج معنا يا جماعة لو دخلنا كده كتبنا جيم لوب زي ما انت شايف لو كتبت جيم لوب بالمنظر ده ده البرنامج بتاع الجيم لوب طبعا احنا عملنا فيديوهات عن طريقة بتنزلي الالعاب من الجيم لوب وكده انت بتنزل جيم لوب دي النسخة الاربعة وستين وعندك النسخة الاتنين وتلاتين اهي بس هتبقى مشكلة معك في الالعاب طبعا البرنامج بتلاقي عليه في الاخر جوجل بلاي بعد ما تنزل لو دخلت كده نزلت خلينا نقفل الصفحة دي يعني انا لو نزلت بالمنظر ده هتلاقي ان الجيم لوب اصلا انا موجود عندي فلو فتحته انت بتنزل الجيم لوب عادي بعد كده بتدخل على مي اهي مي بالمنظر ده. وبتلاقي هنا الجوجل بلاي. طبعا انا ما نزلتش الجوجل بلاي او البلاي ستور بتبدأ تعمل لها من هنا. وبتبدأ ان انت تفتح عادي جوجل بلاي. عادي اكلنك من موبايل كل حاجة موجودة على الجوجل بلاي بتلاقيها موجودة هنا. دي اول طريقة طبعا ان انت تفتح محاكي او كده على الكمبيوتر. طيب الطريقة التانية ايه? في برنامج يا جماعة حلو تاني اسمه يا جماعة من اكتر البرامج برضو اللي معروفة او المهمة في موضوع ان انت هتبقى محاكمة. بتعمل عشان تعرف امكانيات وان هو برضو ليه امكانيات لتشغيل البرنامج. فزي ما انت شايف لو دخلنا احنا عايزين صفحة بس ايه? او بالمنظر ده. زي ما انت شايف بيقول لك بقى اقل امكانيات بتشغلوا اربعة جيجا رماية. الرماية اربعة جيجا. مش بيشغل اقل من اربعة. يعني لو انت اتنين على عكس اه قضي على عكس الجيملوب مش هيشغل الاتنين. ده هيشغل اقل حاجة اربعة. وده طبعا كرت الشاشة واللي فيه والمساحة بتاعته خمسة جيجا وعايز عادي مش مشكلة. ودي طبعا الحاجات اللي هي مستحسنة. بس انت بتبص على اقل امكانيات. نفع معاك تشغل بتجي هنا كده تكتب وبتبدأ تنزل البرنامج عادي جدا. طبعا دي نسخ كتيرة كنا عملنا بديواتها تابل كده عن الاصدارات. انظر او عشان تشوف يعني جميع الاصدارات. هنا طبعا بتحمل نسخة التن. وفيه نسخة الفايف. نسخة الفايف فيه منها زي ما انت شايف لو انت اتنين وتلاتين بيت. لو انت اربعة وستين بيت بتحمل دي لو انت للاندرويد اربعة وستين. ولو عندك نظام ماك اللي هو مسلا ويندوز ده لسه من قصدي الايفون اه او بتبدأ دي النسخة لسه منزلتش بس نسخة الفور موجود منها للابل. وطبعا موجود نسخة الفور برضو للاتنين. طبعا انت لو عايز تنزل نسخة الفور او تعرف الفرق بينهم بتاخد بتعمل او تبدأ تقرأ ايه الفرق بين دي وبين دي. ما بين الفور والفايف. وهكذا يا جميع. دول اهم اتنين معنا. والجيملوب. طرق التنزيل بتبقى سهلة جدا بيتحدد النسخة اللي انت عايزها. مسلا انت عايز نسخة التن دي. بتبدأ تدوس عليها كده بينزل معك بيقول لك عايز تنزلها فين مسلا. فانت مسلا بتحدد المكان اللي انت عايزها تنزل فيه. الملف بيبقى معك زغير. خلينا نرجع كده تاني عشان نشوف الملف. الملف نزل معنا طبعا. اهو ملف التسبيت. بتبدأ ان انت تشغله وبيجي لك رسالة ان انت بتبدأ تعملها ييس. طبعا الرسالة مش هتظهر عندك عشان بتبقى زي او كده. المهم بتفتح معك الصفحة دي بعد ما تعمل ييس. انت هنا بتحدد مكان التسبيت او مصاري التسبيت. بيقول لك انا عايز مساحة تقريبا ستة جيجا. علشان اه المساحة انت طبعا بتسيب بتاع عشر عشرين جيجا او خمستاشر جيجا. عشان هو بينزل ممكن ينزل حاجات بياخد مساحة وبعد كده ممكن يرجع يا لأ. بس انت لازم تسيب مساحة. ويستحسن تحطه طبعا على هارد اس اس دي لو انت ما عندكش هارد او لو عندك الاتنين. لو انت ما عندكش خلاص انت مضطر. بس يستحسن تبقى على هارد اس اس دي عشان سرعة البرنامج والالعاب بعد كده. وطبعا بعد ما بتعمله كل اللي انت بتعمله برضو هو زي الجيم لوب بالزبط بتلاقي موجود عندك وبتبدأ تعمل لها تسبيت. بعد كده يا جماعة برضو في برنامج تاني اسمه مومو. برنامج مومو ده. خلينا ندور عليه مومو اهو مومو يا جماعة. مومو ده يا جماعة برضو نفس الفكرة برضو تقدر ان انت تعمل تشوف المتطلبات تشغيل البرنامج. البرنامج ده اقلهم برضو فممكن يشتغل للاجهزة الضعيفة. فانت بالنسبة لك جهاز عن جهاز يفرق. يعني مسلا انت بالنسبة لك الضعيف ممكن انت بالنسبة لك الضعيف ده اللي هو اصل من سنة خمسين مسلا الف تسعمائة وخمسين. وممكن يبقى واحد تاني قصده ضعيف اللي هو من سنة الفين وعشرة مثلا. وهكزا. فانت على حسب الجهاز طبعا انا هو زي ما انت شايف. موجود برضو بتبدأ تنزل البرنامج لو انت عندك. وطبعا لو انت الجهاز بتاعك ما ينفعش جرق. مش هتخسر حاجة يعني. فبتبدأ تدخل على وبتبدأ تشوف اللي انت عايزه. يعني هي كله بقى زي بعض. انا مسلا اول ما دخلت اهو زي ما انت شايف هيبدأ يحمل معك البلاي ستور. وطبعا على سرعة الجهاز بتاعك بتوقف. وبتبدأ تنزل اللي انت عايز تنزله. عايز اي سبورتز. عايز تنزل اي موبايل. عايز تنزل certeza. عايز تنزل اي حاجة بتنزل اللي انت عايزه. التلات برامج يا جماعة وفيه برامج طبعا تانية كتير. بس دول بالنسبة لي اكتر البرامج اللي انا لحد دلوقتي اشتغل عليهم وانشايف عليهم اقبال والدنيا لزيزة فيهم. فمش عايز اطول عليكم الفيديو يعني يا جماعي كانوا هده الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبك يا ريت على قد بقى ما بنطعف الفيديوهات انت كمان مش هتخسر حقيقة انت مش هتتعف لما تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعلي الجرس هشوك الفيديو اللي جاي ان شاء الله اكتب لي في الكومنتات حبيب نعمل فيديوهات عن ايه وبس يا صديق العزيزة اشوفك الفيديو اللي جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته